السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم سهر ساميلي الاول مرة يشوفني تعالوا بقى النهاردة هعمل لكم البسبوسة بجد يا جماعة هتبهركوا طحفة شايفين الترميلة شايفين شكلها اصلا مبهر ازاي طحفة جدا البسبوسة النهاردة هنعملها بالاكياس الجهزة بس مش هنمشي على الخطوات بتاعتها هعملكوا فيها حبة تركات كده هتخليك تجلي احلى واجمل بسبوسة انا قبل كده عملتها معاكم بدي السميد المرة دي بقى حابت عملها لكم بالاكياس الجهزة دي عايز اقول لكم بجد انا عارفة ان انتو هتجربوها هتقولولي يا سارة كانت رهيبة وطحفة جدا لانها بجد اديكوا شايفين نهو انا عملا اتكلم في الفيديو عملا ااكل مفيش طعموها كده يخليك تكلية لحد اخر حتة بجد طحفة يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي لايك بقى حلو للفيديو لو اعجبكو شايروه اللي مشتركش عندي في الصفحة هتشرف بيه اول حاجة كده هنجيب معلقتين سكر او تلات معالق سكر ممسوحين مش هنقطر عن كده خالص لان طريقة البسبوسة الاكياس غير الطريقة البسبوسة اللي بالسميد العادي لان الاكياس بتبقى عليها سكر وجسط الهند تمام فخل بالكو عشان ما تسكرش قوي معايكو هتلاقي نفسكم مش قادرين تاكلوه هتبقى بتموعة عن نفس جدا موطية النار ومش بقلب خالص بافضل كده بس اهز الطاصة اللي انا بعمل فيها السكر بقرمل فيها السكر هتلاقي السكر بدأ اسحب المنظر ده ابتدي بقى اقلبيه مش هياخد معايكو وقت خالص انا بخلي اللون بتاعه اللون ده كده عشان تطلع معاكو البسبوسة بلون انتو شفتوك كده في اول الفيديو هتجيب بقى معلقتين كوبار كده حلوين من السمنة ويا سلام بقى يا بنات لو سمنة بلتي هتبقى بصراحة طحفة بس طبعا اي نوع سمنة عندك حتيه هسيح بقى السمنة كده مع السكر بعد ما كرمنيه ولو لقتي قفش معاك ما تلاقيش اول ما تحط عليه اللبن وهيبتزيغلي هيفك عشان بسقين ما تتخضيش يعني يبا كده حطينا معلقتين لتلات معلق سكر وخليهم معلقتين احسن وبردو معلقتين من بتوع السمنة عارفين معلقة الاكل هي معلقة الاكل بس مليانة تمام؟ وحنزل بنص كوباية من اللبن امشي بقى بالمقادير مظبوطة كوباية العادية دي 150 جرام نص كوباية من اللبن ومع نص كوباية اللبن هحط ربع كوباية من الميا مش اكتر من كده اللي هو حوالي معلقتين من الميا ما تقطريش عن كده تمام؟ وحبتدي بقى يقلبهم عن نور كده واسبهم بقى يفكوا براحتهم واسبهم كمان يبردو دي بقى اكياس البزبوسة اللي انا استخدمتها والطريقة المكتوبة عليها وراء انا مليش دعوة بها خالص انا هشتغل بالطريقة بتاعتي بس زي ما قلت لكم خدوا بالكم ان الاكياس دي بيبقى عليها سكر وعليها كمان جزد الهند لو في اكياس سيدة من غير سكر ومن غير جزد الهند وبقاهدوها تمام؟ انا جبت كاس البزبوسة ده ب13 جنيه كان عليه عرض حلوة جدا وعمل الى استنية اللي انتو شفتوها دي ودي استميت برضو في نفس الحدود يعني في نفس المبلغ فكده احسن تمام؟ جبت بقى الخليط اللي انا عملته كرملته عن نور بعد ما هي ده خالص ما تحطوش عليه وهو سخن خالص هتبوز معيك واتتكتم لازم تسيبوها كده تبرد وبعد كده تحطوها ونزلت كده برشة اللي هو اقل من ربع معلقة بيكينج بودر عشان ترفع بقى مع عينة كده وتبقى هاشة وحلوة زي ما انتو شفتوها وحبتدي بس اخلطهم ببعض انا مش بعجن ولا اي حاجية مجرد ما بحط عليها الخليط ببتدي بقى كده اخلطهم ببعض جبت سنية دي كت مقاس 24 ده هنتهى كده معلقة سمنة وبعد كده نزلت بالخليط الخليط بيبقى شايفين يا جماعة كده اللي هو مش متماسك اوي ومس سيل اوي يعني هبتدي بقى كده اخبطه كم خبطة لحد ما يتزبط معايا انا كان عندي هنا سوداني مجروش جبته كده وقلت حطه على الوش تممكن تعمليها من غير ولا سوداني ولا مقسطرات ولا اي حاجة يعني اضغطي بس كده لو عتحطي مقسطرات اضغطي عليها بالمنظر ده علشان لما تيجي تحطي الشربات ما تطلعش معاك وانت بتحط الشربات وتقبل معاك الفوق باخد ده بقى بحطها في الرف الوسطاني عدرجة حرة 180 هتاخد معاك بقى حوالي نص ساعة تلت ساعة حسب بقى الفرن ايه بتاعك وبعد كده بقى ولايه على الشوائل لو احتاجت نجي بقى هنا للشربات الشربات بتاع البسبوسة الجهزة غير برضو الشربات بتاع البسبوسة العادية الكمية هنا كوبية واحدة من السكر عليها كوبيتين من الميا بحط بقى الشربات على النار ما بقلبهوش خالص بولى عليه لحد ما يبتدي كده يغلي ولايه السكر ده بلا واحد ما باكيش جنبه بمعلقة نهائي تمام وبعد بقى ما بالسكر بيدوب خالص ببتدي بقى اعصر عليه نص سلمونة وثيبه يغلي بياخد معايا حوالي عشر دقيق على النار انا بعمل بقى الشربات امتى لما بتبقى خلاص البسبوسة بتاعتي جهزة وفضلها في الفرن بتاع حوالي عشر دقيق ويطفي عليها تمام الريم الابيض ده بشيله من على وش الشربات علشان ما يخلهوش يسكر معنا تمام انا قلبت امتى لما كان السكر خلاص ديب والشربات خلاص كله كده بيغلي مع بعض وبتدي بقى قلبي وشرير الريم الابيض ده بعد ما حطت النص سلمونة تمام الشربات بطفي عليه وانا خلاص بطفي على البسبوسة في نفس الوقت وخلي بقى الكلتزم بالمقادير عشان ما تطلعش مسكرة معاك وترجعوا تقولوا تطلعت مسكرة البسبوسة الجهزة غير البسبوسة اللي احنا بنعملها بديق السميد تمام البسبوسة بقى كانت طلعت معايا من الفرن هنا والشربات سخن يعني البسبوسة سخنة والشربات بتاعنا سخن هجيب بقى الشربات وحطو كده على البسبوسة وحاسبها تشرب الشربات بتاعها براحيتها خالص تمام اهو زي ما انتو شايفين الكمية اللي انا كنت عاملها كتيا دوبك على قد الشربات الشربات هي كمعما بيغليش كتير مش اكتر من عشر دقايق علشان ما يتقلش معاك ويسكر والبسبوستين شافت يجيب تقطعها تلاقوها حجر حاسبوا بقى كده براحته خالص لحد ما يشرب الشربات ولا هقطعها ولا هاجي جنبها غير لما الشربات يتشرب خالص شايفين الشربات تتشرب خالص كتا بالمنظر ده وسبتها بردد وكمان يستحسن تدخلها التلاجة قبل ما تقطعيها بس احنا كنا متعجرش احنا عالة تفصى نعمل الحاجة ونحب نقولها في ساعتها فقطعنوها بالمنظر ده عايز اقول لكم بجد دعمها خطير لو انت حابة تعالي الارتفاع بتاعها شوية مع ان دي اللي انا شايفها مسبوطة ممكن تبقيت صغاري صنية عن كده بتعملها في صنية مقاس عشرين باي باي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد